هذا العمل السهل يكسبك محبة الله ومحبة الناس هذا ليس كلامي، هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ استمع معي أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حقيقة كلمات قليلة جدا تصدر من الذي أوتي جوامع الكلم كل كلمة في مكانها اذهد في الدنيا معادلة بسيطة جدا يحبك الله كيف أكسب محبة الله اذهد في الدنيا لا تتبع المعاصي اذهد في المعصية لا تركض وراء المال لا تلهث وراء الممتلكات وراء الذهب وراء العقارات وراء الدنيا لا تلهث اذهد اجعل همك الآخرة طيب ماذا يحدث تكسب محبة الله بكل بساطة طيب كيف اكسب محبة الناس ايضا المعادلة بسيطة جدا اذهد فيما عند الناس يحبك الناس انسان لديه قصور ولديه مليارات انا لا يعنيني اي شيء ولا اطمع ولا انظر ولا احسد ولا اتمنى اصلا يكفيني ان الله قال لي وقال لك ورزق ربك خير وابقى وقال للناس جميعا وللحبيب عليه الصلاة والسلام ولا الاخرة خير لك من الاولى القضية بسيطة جدا والله ايها الاحبة صدقوني ليست معقدة ان تكسب محبة الله طيب اذا كسبت محبة الله ومحبة الناس ماذا تريد هل هناك اجمل من ان تعيش حياة الناس يحبونك اذا احبك الناس تكسب تعاطفهم وثقتهم وخدماتهم والعلاقات الطيبة كلها هذه تعطيك نفسية طيبة وحياة طيبة وسعيدة تكسبك السعادة التي يبحث عنها اليوم الغرب يبحثون عن السعادة ظنوا انها في المال ولكن للأسف اصحاب المليارات احيانا ينتحرون ظنوا انها في اتباع الشهوات اصحاب الشهوات ايضا يصابون بالامراض والاكتئاب اذا بدأوا يعودون لتعاليم الاسلام اصبحت مقاييس السعادة لديهم مختلفة جامعة هارفرد الشهيرة تقرر ان رقم واحد في السعادة ان تحب الخير للناس ربما كثير لا يصدقني اذهب الى موقع جامعة هارفرد واطل على الدراسة الخاصة باعمال البر والاعمال التطوعية التي استمرت عشرات السنين ماذا وجدت؟ وجدت ان اسعد الناس من يحب الخير للناس من يتطوع في اعمال خيرية من يتسامح مع الاخرين من يعفو عنهم هذا هو معنى اذهد فيما عند الناس يحبك الناس لا تنظر الى الممتلكات ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى لا تمدن عينيك الى من لديه الفيلات من لديه الاملاك من لديه السيارات والطائرات الخاصة من لديه الذهب والمال لا تمدن عينيك كل هذا فتنة ربما هذا يستمتع الان في الدنيا ولكن تجده يوم القيامة في اسفل السافلين والعياذ بالله هي فتنة المال فتنة الدنيا فتنة النساء فتنة لنفتنهم فيه ثم قال لك ورزق ربك خير وابقى ازهد في الدنيا انسان لديه شقة مستأجرة يدفع كل شيء فقط ليعيش ولكن مضطر ان يأخذ الربا او يطعم الربا ليشتري شقة بقرض ربوي ليرتاح والله لن ترتاح في الاخرة انت اصلا لا تملك ان تعيش في الدنيا يوما طيب الذي رزق ذلك الملحد رزقه القصور ايعجز ان يرزقك بيتا صغيرا او شقة صغيرة لا يعجز ولكن انت في حالة ابتلاء واختبار لان الله يريد ان يدخلك جنات تجري من تحتها الانهار كيف تدخل تريد ان تستمتع في الدنيا وتأكل الحرام وتمارس الشهوات ثم تقول يا رب ادخلني جنات تجري من تحتها الانهار هذا لن يحدث اخي الحبيب لنفتنهم فيه اختبار بلاء ورزق ربك خير وابقى لذلك لا انا اصبر قليلا على الدنيا وارجو عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق والله سيرزقني رزق الاخر الذي هو خير وابقى ورزق ربك خير وابقى لذلك الزهد في الدنيا عمل بسيط ولكن للأسف معظمنا يغفل عنه ومعظمنا يتبع شهواته ان نزهد في الدنيا هناك فوائد كثيرة للزهد في الدنيا اخي الحبيب من الناحية النفسية الانسان الذي ينظر لممتلكات الاخرين ويحسد الاخرين ويتحسر على نفسه انه لا يملك شيئا هذا يعيش حياة عيسة جدا وتغزوه الامراض النفسية وحتى الامراض الجسدية وحتى السرطان الذي اكد العلماء في دراسة تحدثنا عنها ان السبب الرئيسي للسرطان هو الضغط النفس الشديد الذي يتعرض له الانسان الذي يعني يدمر انظمة الجسد ويصيبه بالسرطان لذلك انت عندما تلهث وراء الدنيا هذا شيء سيء يعني النبي هنا عليه الصلاة والسلام يدلك على عمل انت ترتاح فيه انت تكون سعيدا ان تزهد في الدنيا وان تزهد فيما عند الناس وبالتالي يصبح همك الاخرة طيب من كان همه الاخرة من كان همه القرآن من كان همه ذكر الله كفاه الله سائر الهموم من كان همه ذكر الله كفاه الله سائر الهموم الله يكفيك اخي الحبيب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء عظيما تحدثنا عنه في فيديو سابق من اروع الادعية التي تذهب الهم والغم وما اهمك من امر الدنيا والاخرة يذهبه الله عنك ببركة هذا الدعاء سبع مرات ان تقول حسبي الله الله يكفيني حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اخيرا اخي الحبيب انا اتمنى ان تتأمل في هذا الحديث ان تطبقه منذ هذه اللحظة عمل بسيط يتألف من قسمين القسم الاول ان تزهد في الدنيا ومعاصيها وشهواتها لتكسب محبة الله وان تزهد فيما عند الناس من املاك من اموال غير ذلك ستكسب محبة الناس وبالنتيجة ستعيش حياة امنة مطمئنة تكون غنيا نفس ان شاء الله لان الغنى غنى النفس وتذكر ان الله هو القائل ورزق ربك خير وابقى نسأل الله تعالى ان يعيننا على تطبيق كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام وان يكون هذا العمل اي الزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس ان يكون سببا في دخولنا الجنة جميعا ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته